اليوم نقول لك أهلا وسهلا فيك بفوشيا خابرينا شو سر تواجدك بلبنان غير موضوع التكريم يلي هو من قبل مهرجان بيروت جولدن أوردس بوسي أنا في لبنان كل شهر تقريبا أنا بحب البلد وبحب شعب لبنان وبرتاح هنا بحس بلدي التاني وعندي أصحاب هنا وبحب الأكل اللبناني وبحب الغنى اللبناني كل حاجة في لبنان بحبها بصراحة مين اهتم بهالإطلال الحلوة والمميز تانكيو طبعا فؤاد ساركيس الفستان الهير دراسر بيدرو الميكب آرتست حوراء درغام والمجوهرات زغيب نعم نتطلع بالفستان اللي بستيه من عند فؤاد ساركيس أكيد ما رح يعمل جدل لأنه شفناك كنت عالسوشال ميديا الشغل الشاغل التاجري اللي بسته رانيا يوسف اه طب صوت كان في حاجة الفستان ما كانش في حاجة كان حلو الناس مركزة معي عشان أنا بلبس حلو هل بتنزعجي أنه دايما بيجي بقولوا مثلا بيتذكروا موضوع الفستان أو البطاني ورجعوا بيعملوا مقارنية بقولوا دايما بتحب تصير الجدل والله ما بحب أسير الجدل ولا حاجة أنا بحب ألبس اللي بيليق عليا بيليق على جسمي بيليق على الشيء بتاعي فطب عمي ليه أنا بلبس حاجة ممكن نلبس حاجة بمية جنيه بتطلع حلوة دي نعمة من عند ربنا دي مش يعني دي مش حاجة وحشة خابرينا على الصعيد للتمثيل في عمل بيج معاك مع المثل أحمد الفشاوي أمتي نحي بصر النور وكيف رح نشوف رانيا يوسف أنا واحمد عملنا فيلم اسمه وارد ريحان إن شاء الله هيتعرض على شهر على نيو يير بإذن الله ده اللي أنا عرفته يعني بس عندي فيلمين تانين عندي فيلم فيتو مع مدام إلهام شهين وعمر عبد الجليل وفتحي عبد الوهاب ومجموعة كبيرة وإخراج ياسر سامي وإنتاج محمد السبكي وعندي فيلم تاني اسمه خارج الخدمة وعندي مسلسل إن شاء الله اسمه سرداب بإذن الله يعني دايما أكيد نتمنى لك التوفيق هل مسلسل رح يكون لشهر رمضان؟ لا لا ده مسلسل البلاتفورم عشر حلقات الفكرة حلوة قوي بالدور ما بين الوقت الحي و1943 فالفكرة اللطيفة جدا بما إنه رح يكون في عندك أعمال بالدور السينما خبرينا شو رأيك بالشي اللي عم بتصير بموضوع الإرادات يعني في منهم عم بيتهموا النجم تامر حسني عم يضرب الإرادات مش مظبوطة شفنا فيه انتقاد كان على موضوع كمان أولاد حريم كريم كمان عم بقولوا إنه الإرادات مش مظبوطة كممثلة كيف تنزلها والأمور؟ ولا ليه دعوة ولا ليه دعوة أنا ليه إن أنا بشتغل حاجة بحبها تطلعي الناس بتحبها خلاص الإرادات دي أنا مش باخد منها حاجة المنتج اللي بياخدها فأنا حتدخل في الموضوع ليه؟ اليوم ما بهمك إنه بكرة يقولوا فيلم رانيا يوسف كسى الإرادات؟ يا رب يا رب لو حلو يكسر ليه لا محدش يكره بلاكس عم نشوفي بأعمال عربية مشتركة يعني خلية لبناني سوري ومصري إذا أنت حب توقف إلى جانب ممثلة سورية ميما عقول تختاري وإذا جانب ممثلة لبنانية كمان عمين بيقع أنا أشتغلت مسلسل اسمه لأخوة سنة 2014 كان معايا كنت معك روحل وقوي من سوريا ومن مصر ومن الإمارات يلا يعني الآن الأمور تغيرت على السحة صار فيه نجوم أكتر طيب اليوم إذا بتختاري لنا اسم من لبنان ميما عقول تختاري؟ نادين نجيم بحب تمثيلها جدا وبحبها جدا بحب ماجي بغصن لا يعني فيه ناس كتير الحقيقة إذا اليوم ماجي بغصن طلبت مني كتكوني ضيفة شرف مسلسل للموت أربع هالمعقولة قبلة؟ بوسي أنا برفض حكاية ضيفة شرف دي سواء مع أي حد خالص لأنه ما بقاش لها معنى يعني محبة يعتبروا أنه هايدي كمانا إيميل الفنا بس كون ضيفة شرف بعمل لأنه شفنا عادل عادل إمام كان يجيب كمانا نجوم يكونوا ضيفة شرف أصدقائه مثل المرحومة رجاء الجداوي أنا ما بحبش حكاية ضيفة شرف دي يعني مش هتفيدني في حاجة ما تفيدنيش في حاجة ما فيش مكسب لي فيها فهم قصدي يعني دايما المكسب هيبقى للبطل أو لصاحب العمل لكن أنا بالنسبة لي يعني أنا أجي أعمل مشهد أو حلقة مش هتفيدني أنا في حاجة فهم قصدي أنت وقت طلعت بتصريحات قبل عن طليقك محمد مختار قلت ما كان عم بيصرف ع بناتو أو يهتم ببناتو طلع هو ولا ينتج لك فهو طلع رد أنه هو كان ينتج للنجمة نادية الجنطية أنا شايزة تخل في الحوار دا لأنه أنت برا حسان رابح اليوم أنت هل أزعجك أنه هيدا الأمر لأن في أشخاص قالوا أنه يمكن أنت منك أنت حسان رابح لقلو دا رأيه دا رأيه طب أنا بعد ما اطلقت من محمد أو بعد ما انفصلنا الحمد لله بقيت نمبر ون يعني من نجمة الصف الأول هو يمكن دا رأيه وأنا بحترم رأيه اليوم ما زعلت من هيدا الموضوع لأنه هو بي بناتك طالح حكاية أنا زعلت أن أنا جوزته أساسا يعني اندمت أن أنا جوزته أساسا بس الحسنة الوحيدة كانت بناتي الحقيقة اسمينه نانسي وهل معقول يرجع ينفتح قلب لرانيا يوسف وترجع تدخل قفص أبدا 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 حرام عليك قفص الزهبية دا حتى اسمه قفص حرام عليك إيه اللي يدخني قفص أنا منبرق قفص حرة طاليقة أنا مبسوطة جدا كده لا نواي لأنهم دايما منشوف المرأة يعني أولادها بيضلوا حدة بس بتفكر لبعدين ويكون في شخص تكفي معه حياة لا 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 أنا عندي صحابي وعندي أهلي وعندي الناس اللي بحبوهم وعندي بناتي ربنا يخليهم لي أنا يعني مستكفية بيهم جدا 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 هل معقولة عقدت من مع وضوات لا دا أنا عقد بلد هو مين دا اللي عقدني لأ طبعا لأ أنت شايفة جوازات نجحة حواليك يعني أنت شايفة مشروع الجواز نجح حوالينا قوي دا أنا كل اللي عرفهم متطلقين يعني كل الناس متطلقة تقريبا فيعني حاجة ما تشجعش خالص خالص لأنه مفاهيم الجواز في المجتمعات الشرقية عندنا أساسها غلط إحنا بنتجوز غلط يعني إحنا بنتجوز بناء على حاجات غلط فلا ما حبش أن أنا أدخل القفص دا تاني أبدا بأنه بناتك ما شاء الله عم يكبروا هل بلشت تشوف دا إذا فيش عريس قريب لبناتك هل يوم عليكي أنا باتفق معاهم ما فيش واحدة فيهم هتتجوز قبل سن التلاتين لو لقت الراجل المناسب لو لقت الشريك المناسب لو ما لقتش الشريك إن شاء الله معناها تجوزت يعني هتحط شروط؟ لا مش أنا اللي بحط شروط يا حبيبتي مش أنا اللي بختور مش أنا اللي بتجوز وهي لكن أنا بكلم إنه الجواز في حد ذاته ما هواش هدف يعني الحياة مش جواز الحياة الستات والبنات مش الهدف بتاعها إن إحنا التارجت إن إحنا نحققه إن إحنا نتجوز لا في حاجات كتير أهمة في الحياة إنها هتعمل مستقبلها إنها هتعمل فلوسها إنها هتعمل حياتها إنها هتسافر تشوف الدنيا تجرب الحياة دي حاجات مهمة قوي قوي لما تلاقي الشريك المناسب تبقى تتجوز لو قررت إنها هتتجوز لو مش عايزة خلاص ليسلتك اليوم لجمهورك عبر فوشة شو تليل بحبكوا وتابعونا في الحفلة إن شاء الله تعجبكوا بإذن الله اشتركوا في القناة